أهلا بكم مشاهدينا مرة تانية في هذا الصباح لسه أبطال مصر في مختلف الرياضات الأولمبية بيوصلوا مشوارهم في أولمبيات توكيو 2020 واللي بتشهد أكبر بعثة مصرية في تاريخ المشاركات الأولمبية ولسه من شوية كنا بنتابع مباراة منتخبنا الوطني لكرة اليد أمام الدنمارك المصنف بطل العالم وقدمنا مباراة كبيرة ولكن لظروف الشوط الثاني وطرد أحد لعبي المنتخب فازت الدنمارك 32-28 ولسه في فرص كبيرة للمنتخب في توكيو وده اللي هننقشه النهاردة مع ضفنا الناقد الرياضي سعيد علي صباح الخير عليك يا أستاذ سعيد صباح الخير عليك يا أستاذ النهار يعني في البداية لو تكلمنا عن أداء منتخبنا الوطني في المباراة النهاردة أمام الدنمارك يمكن نهاردة منتخب اليد أثبت للمرة التانية أنه الند الأقوى لبطل العالم بالدنمارك طبعا فيش خلاف على أنها دائما المرشح الأول للميدالية الزهبية في أي بطولة عالمية تتواجد بها النهاردة المنتخب بدأت بداية قوية جدا جدا زي ما حضرتك أوضحت في البداية أن هنا الشوط الأول متقدمين طوال الوقت لكن وجهنا سوء توفيق في انطلاقة الشوط الثاني مع النقص العددي ثم كان في بعض اللاعبين النهاردة شفتوهم غير موفقين أحمد شامدودو اللي كان نجم المباراة الأولى ما كانش موفق في أكتر من فرصة استند أضاع رميتين جزاء كمان إحنا كنا بنواجه حارس خارق يمكن لندن مش حارس طبيعي أو مش لعب كرة يد طبيعي هو في عالم كرة اليد أشبه بميسي يمكن في فترة من الفترات مورينيو قال أنا كنت بعمل كل حاجة قدام برشلونة لكن كان يبقى ليونيل ميسي فارق بيصنع الفرق طوال الوقت لأنه مواصفاته غير بشرية مش شوفه بشكل مختلف يمكن لندن هو نفس هذا الرجل الإمكانياته خارقة النهاردة كنا بنواجه لندن ما كناش بنواجه منتخب الدنمارد انت شايف السبب الرئيسي في هزمتنا النهاردة هو لندن ولا سوء اختيار اللاعبين ولا بسبب خروج لاعب يعني ايه سبب الرئيسي لندن أولا لأن الحارس في قرات اليد ليه أهمية كبيرة جدا 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 ولندن فارق عن كل حراس مرمى العالم بشكل غير طبيعي فدايما أنا بشوف لندن مش أنا بواحدي العالم كله بشوفه يعني فارق كبير بين الدنمارد وبين أي منتخب تاني بيقى له فأولا لندن ثم قلت التركيز في انطلاقة الشهود التانية قلت التركيز خلتنا أضعنا أكتر من فرصة خلتنا كمان لعبنا بنقص عدد في وقت معين ادينا الفرصة للمنتخب الدنمارد ان هو يدخل ثم أراميات الجزاء اللي أضعناها بسهولة جدا جدا سند مرتين وربعات في الوقت ديق جدا جدا أضع رميتين جزاء فكانوا الفرق نقطتين أو هدفين فلو قدرنا في الوقت ده لو كنا موفقين حتى في رميتين جزاء فقط أعتقد كنا نقدر نحن نحقق تفوق النهاردة على الدنمارد لكن في كل الأحوال اللي بيحصل أو الأداء اللي بيقدمه منتخب اليد هو مدعاء لفخرنا طول الوقت اللي نحن حقيقي منتخب الدنمارد البنيان الجسدي والإمكانيات الفنية والقدرات العالية اللي عابل منتخب الدنمارد فارق شاسع بينه وبين أي منافس آخر لكن في كل مرة أنا شخصيا بقيت بقول لا يهزم الدنمارد إلا المنتخب المصري إذا كتب لهذا المنتخب أن يغسر في هذه البطولة فمش هيكون قدام حد تاني غير المنتخب المصري اللي عمل ملحمة قبل شهور في كأس العالم لكرة اليد هنا في مصر لما وصل مع نفس المنتخب الدنماركي لرميات الجزاء خسرنا بعجوبة يمكن الناس كنا بتقول إن ده أداء مشرف للمنتخب المصري لكن الحقيقة الدنماركيين هم اللي كانوا بيقولوا إن أداءهم مشرف أمام هذا المنتخب العظيم النهاردة المنتخب بيأكد إن ده ما كانش أمر صدفوي ولا كان شيء طارق لا ده كان نتاج تخطيط وعمل لسنين طويلة جدا جدا هذا المنتخب بإذن الله بإذن الله فرصه موجودة بالقوة للعبورة الإقصائية ثم لحصد ميداليا بنعول عليه كتير جدا جدا لإن بالفعل الدولة بزلت كتير جدا جدا في التخطيط لهذا المشروع على مستوى النشئين ثم الشباب وصلنا للمنتخب الأول قدمنا بطولة عالم رائعة والآن الفرصة أمامنا إن شاء الله بإذن الله إن احنا نحقق ميداليا مع هذا الجيل طيب حضرتك شايف إن خطة اللعب النهاردة تغيرت عن المباراة اللي كانت قدامها لبرتغال أكيد في فوارق في اسلوب الضغط في طريقة الدفاع والهجوم لإنك إنت لما بتواجه منتخب بحجم الدانمارك الأمر يختلف تماما تماما عن مواجهة أي منتخب آخر أعتقد إن احنا وجهنا صعوبة أكتر كان في توازن في طريقة اللعب وفي طريقة الضغط فالموضوع اختلف شوية ما بين مباراة البرتغال ومباراة الدانمارك إحنا أظهرنا شخصيتنا القوي جدا جدا قدام برتغال بدلنا بالهجوم والتقدم بعدد كبير من الأهداف نجحنا إن إحنا في وقت مبكر نوسع الفارق ونروح لمنطقة بعيدة نضمن المباراة بشكل مبكر لكن ده صعب ومستحيل يحصل قدام الدانمارك لإنك إنت قدام منتخب غير طبيعي طيب عناصر القوة اللي بيتمتع بها منتخبنا اللي إحنا اللي إنت يعني تحفزه أو اللي هو المفروض يحاطز عليها لتكملة أولمبيا توكيو أهم شيء إن إحنا نصدق إن إحنا أصبحنا قدرين على إن إحنا نكون البطل وإن إحنا نستطيع إن إحنا نكون رقم واحد يمكن إحنا ما عندناش شك في إن هذا الجيل أو هذا المنتخب بإذن الله موجود في الأدوار الإقصائية لكن إحنا بنستهدف إنه هو يحقق مركز متقدم كنا بنطمع في إنه هو يتفوق على الداني مركز اليوم إحنا عندنا أمل أو نفسنا نشوف إن إحنا في الصدارة نكون في المركز الأول علشان نتجنب مواجهة مبكرة مع طرف قوي زي إسبانيا أو فرنسا لكن إحنا في النهاية واثقين إن إحنا قادرين على الصوت نقاط قوتنا طبعا في امتلاكنا عناصر قوية جدا 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 اكتساب خبرات طوال الفترة اللي فاتت مجموعة لعابين مهرة بيلعبه في دورات كبيرة وفي أندية كبيرة جدا زي ما قالت لحضراتك في البداية لازم نصدق إن إحنا قادرين في هذه اللحظة إن إحنا نتوج بميداليا ده أهم شيء ممكن نبني عليه ونقدر نحقق من خلاله انتصارات أعتقد إن إحنا مرحلة الإعداد كانت جيدة جدا جدا يعني حتى المنتخبات المحتمل مواجهتها في الأدوار الإقتصائية فرنسا إسبانيا ألمانيا واجهناهم في المبارات الودية وفي المعسكرات اللي تمت قبل البطولة عشان كده أنا بقول إن المنتخب ده تم الإعداد لي بشكل مثالي وإن شاء الله كل الجهود اللي بزلت من الجميع تكلل بإذن الله في النهاية بانتصار طيب يعني توقعاتك أو فرص المنتخب للتأهل لأولمبياد توكيو التأهل لأدوار دكصائية إن شاء الله فرص كبيرة جدا إحنا كنا بنطمع إن إحنا نكون مركز أول أو تاني علشان نبعد عن إسبانيا أو فرنسا لكن إحنا عندنا إن شاء الله المباراة اللي جاية في المتناول مباراة بعد غد مع اليابان اليابان إن شاء الله نبدأ بالنسبة إن إحنا سهل في المتناول ثم البحرين رغم إن البحرين قدمت مباراة قوية جدا جدا أمام السويد وصيف العالم وخسرت بفارق حدف واحد لكن أيضا في فارق بنا وبين البحرين قادرين على تجاوز المباراة دول وكمان هيبع عندنا في الختام السويد إذا نجحنا في الفوز بالتلاث مباريات هيبع عندنا فرص في الصعود مركز تاني وربما إذا تعصرت الدول مركز أول كمان سواء مركز أول أو تاني إن شاء الله نبعد عن إسبانيا وفرنسا ألمانيا لو جات لنا هي خصم في المتناول إن بيج أيضا خصم في المتناول إدارنا نعبره قبل كده فبالتالي قدرتنا على تجاوز دور الثمانية والوصول إلى المربع الزهبي إن إحنا نحط نفسنا قدام ميداليا من الثلاثة يا رب أنا بطمع شخصيا وبحلم بأن إحنا نلاقي الزهب لأن إحنا فعلا عندنا منتخب زهبي يستحق الكتير وأنا متحمس له وكل المصريين بيسقوا في منتخب اليد أكتر من كل الألعاب التانية طب شفت إزاي المباراة اللي لعبها مع البرتغال شفت يعني هي طبعا كانت فرحة لكل المصريين بالفوزة اليوم شفتها بقى إزاي يمكن أنا شفتها طبيعية شخصيا أنا شفتها طبيعية لأن المنتخب ده رفع سقف الطمحنة جدا 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 وزي ما قلت لحضراتك أنا مباراتنا أمام الدنمرك في بطولة العالم لليد أنا شفتها تاني أهم ملحمة في تاريخ الرياضة المصرية بعد مبارات المنتخب المصري في كرة القدم أمام البرازيل لأن اللي حصل ما كانش شيء طبيعي أنك تفرد أسلوبك وسيطرتك وتقدمك طوال الوقت أمام منتخب بحجم الدنمرك فده خلاني أشوف أن المكسب على البرتغال رغم أن البرتغال منتخب قوي جدا 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 إلا أن أنا شفتها مكسب طبيعي وأن منتخبناك بالفعل أصبح الجميع يتخوف منه الجميع بيعمل له حساب فشايفه وشايفه مكسب طبيعي جدا طيب لو تكلمنا بقى عن كرة القدم ومبارات مبارح مع الأرجنتين شفتها إزاي إيه تعليقك عليها وفي حالة الفوز على أستراليا إيه اللي ممكن تتوقعه أنا شفت مبارات الأرجنتين هي استمرار لسياسة التحفظ المبالغ في بعض الشيء من كابتن شاوي غريب اللي مهموم شوية بميداليا بمعنى إيه أنا كنت كان لها لقاء بكابتن شاوي غريب قبل البطولة وكان ضفنا في جديد الدستور وفي إحدى الندوات بعيدا عن ما قيل هو خارج ما نشر واسق تماما بأنه هيحقق ميداليا ورايح من البداية من قبل سنة بيخطط للميداليا فهو ده أنا شايفني ده صنع ضغوط كبيرة عليه خلاه بيلعب بشكل مبالغ فيه في التحفظ والخوف لكن اللي حصل في مبارات الأرجنتين أنا شايفه مفتاح وبداية للتحرر من هذا الخوف وهذه الضغوط وبإذن الله بإذن الله هيكون انطلاقة حقيقية لأن الجيل ده يمتلك قدرات أيضا تجعله قادر على الذهاب بعيدا احنا عندنا فرص كبيرة جدا جدا أمام أستراليا في حال حققنا الفوز احنا منتظرين من إسبانيا اللي هو المنتخب الأقوى في هذه البطولة أنه يتعادل والأرجنتين برضو منتخب قوي الأرجنتين أكيد منتخب قوي لكن فيه فرق شاسع بين إسبانيا وكل منتخبات البطولة لأن إسبانيا ست لعبين على الأقل في التشكيل الأساسية كانوا في المنتخب الأول في اليورو فأنت بتلعب قدام فيرستيم مش بتلعب قدام منتخب ألومبي ولا لعيبة أو ليالة خبرة لا لعيبة عندها تجربة قوية جدا قادمة من أهم وأقوى بطولة للمنتخبات قبل أسابيع قليلة جدا فإسبانيا فيه فرق كبير جدا إحنا من مصلحتنا أن إسبانيا تتفوق على الأرجنتين إحنا مش محتاجين غير أنها تتعادل أو تفوز على الأرجنتين في هذه الحالة إحنا نكتفي أو الفوز سيكون كافي للصعود البعض بيسهل البعض شايف أن الموضوع صعب قدام أستراليا أستراليا حقيقي منتخب قوي جدا مش منتخب سهل قدم مبراطين قويتين جدا جدا أمام الأرجنتين نجح يتفوق بهدفين وأمام إسبانيا خسر بهدف وحيد كان ند قوي مش هيكون في المتناول زي ما الناس فاكرة لكن أنا شخصيا متفائل بأن إحنا خلاص تحررنا من الضغوط من الخوف ما عندناش حسابات تانية غير الفوز هذا المنتخب لما يتجرق ويلعب الكورة الاعتيادية بتاعته اللي احنا شفناها في أمم أفريقيا أنا شايف أن إحنا قادرين على تحقيق الفوز والوصول بعيدا آه إحنا مفتقدين وكابت إن شوقي أنا شخصيا كتبت وقلت من قبل البطولة أنه ظلم من الظروف وظلم من الوضع اللي احنا عشناه في الفترة الأخيرة لغياب مصطفى محمد المهاجم الأهم في المنتخب الأولمبي غياب محمد صلاح محمد صلاح لو موجود في هذه البطولة أنا أعتقد إن احنا كنا نبقى مرشحين للفوز بالميدالية الزهبية ليه؟ لأن كل المنتخبات قادمة بدون سوبرستار كل السوبرستار لعبوا يورو ولعبوا كوبا أمريكا فالمنتخبات العالمية جاية من غير سوبرستار كانت فرصة إن احنا عندناش أمم أفريقيا فلو صلاح موجود مع هذا المنتخب وأنا أعتقد إن بناء على هذا المعطر كانت إن شوي غريب كان بيعول كثيرا على إن محمد صلاح هيصنع فارق كبير أنا أعتقد شخصيا إن محمد صلاح أثر في إنه ما بازلش الضغط الكافي على ليفربول عشان يكون موجود مع المنتخب ميستي في الأولمبياد قبل كده ضغط على برشلونة وشارك رغم إن كان فيه اعتراضات قوية جدا جدا من الإدارة لأن كان عنده حلم إنه يتوج بزهبية الأولمبياد وحصل بالفعل كنت شخصيا أتمنى من محمد صلاح يضغط ويبزي الجهد أكبر مع إدارته ومع يورجين كلوب علشان يكون متواجد لإن كان حقيقي هيفرق معنا جدا جدا أعتقد أيضا كابتن شاوي غريب كان بيتمنى إنه يضم أحد اللاعبين المأسرين فيه هجوم نادي الأهلي محمد شريف أو محمد مجدي أفشا لكن ظروف الدوري العام اللي لسها قدامه وقت خلت نادي الأهلي بالطبع يعترض لو كلمنا على الفرص اللي قدامه المنتخب الوطني شايفها إزاي؟ إحنا الفرص حاليا إحنا محتاجين فوز على أستراليا فقط الحالة الوحيدة اللي هتصعب الموضوع أن الأرجنتين تكسب إسبانيا أنت هنا هتخلش في حزبة أهداف مع إسبانيا بس ده احتمال لا يتخطى 10% لأنه زي ما قلت لحضرتك إسبانيا عندها خط هجوم بالكامل كان بيلعب في اليورو خط هجوم متكامل وخط وسط لا منتخب إسبانيا المنتخب المثالي في هذه البطولة فمن المستحيل أنه يخسر ويوضع البطولة أكيد على أقل تقدير هيخرج بتعادل مع الأرجنتين الأمر بأيدينا إحنا مش محتاجين غير إن إحنا نلعب القرى الحقيقية بتاعت المنتخب مصري اللي شفناها في بطولة أم أفريقيا اللي توجنا بيها هنا في مصر وقتها هنكون قادرين على إن شاء الله صناعة عدد كبير من الفرص الوصول للمرمى أنا متفائل جدا وشايف إن إحنا بالفعل قادرين إن إحنا نتخطى أستراليا ونكون بإذن الله ونكون متواجدين في الأدوار الكسائية طيب الصغرات اللي كانت موجودة في الماتش مع الأرجنتين أو المنفسين ممكن يستغلوها للفوز شايف إيه هي الصغرات دي؟ أنا شايف إن إحنا المشاكل عندنا كانت في التحفظ والخوف لكن إحنا دفاعيا إحنا بندافع بشكل كويس جدا جدا الخصم ما بيحصلش على فرص كتير يعني إحنا فعلا قادرين ندايق المساحات قادرين نقنق الملعب قادرين نتواجد بكسافة كبيرة جدا جدا في التلت الأخير ونحرم الخصم من الوصول لمرمى وصناعة الفرص لكن أنا شايف إن المشاكل اللي عندنا هي في القدرة على الوصول لمرمى الخصوم والقدرة على صناعة الفرص المشكلة كانت عندنا عند خابة إن شاوي غريب أعتقد فيه تقييد طرفين الفريق أحمد فتوح وكريم العرائي اللي شوفناهم في موافريكيا بيهاجموا بشكل واضح جدا وكأنهم جناحين هجوميين يعني في البطولة دي هم تحول لمدافعين يعني أصبحنا بقينا خمس مدافعين لما أشوف إن شاء الله في المبارات جاية يحررهم هجوميا واشوفهم بيقدموا أدوار هجومية كاملة هنا أعتقد دي أهم صغرة أو أهم نقطة ضعف ظهرت في المباراتين الأخيراتين تقدم تقدم ظاهري الجنب وممارسة الضغط أو مشاركتهم في عملية الضغط المتقدم ده هيمنحنا أولا الاستحواز هيمنحنا ثانيا كسافة عددية في التلت الأخير هيزود عدد مهاجمين وبالتالي هيزود قدرتنا على إنتاج عدد كافي من الفرص والوصول للمرمى وتسجيل أهداف إن شاء الله طيب الباقي المنافسات الفضلة إزاي شايفها واللعبين اللي لسه مستمرين أو اللي لسه ما بدأوش أصلا يعني إيه توقعاتك؟ أنا شايف يعني إحنا ترينا نسبيا نتحسن يمكن النهاردة كان فيه نتائج هيلة بتحصل قبل الهوى هدايا ملاك قدمت مباراة تاريخية يمكن كانت بتلاعب بطل العالم لورين ويليامز البريطانية كانت متأخرة في نتيجة تمانية ثلاثة لكن قدرت ترجع وتعمل منتد عظيمة جدا جدا خسرت فيه الوقت الأخير 13-12 لكن هدايا بالفعل شرفت مصر وقدمت عرض قوي جدا جدا مازال أمامها الفرصة إن شاء الله لورين ويليامز لو كذبت فهيبقى عندي هدايا فرصة إنها تلعب على البرونزية بإذن الله البرونزية لهدايا لإنها شرفتنا وقدمت مباراة هيلة جدا جدا النهاردة سيف عيسى أيضا مفترض إن هو بيلعب دلوقتي حاليا وإحنا نحن هو يا رب يا رب نخرج من الهوى يكون عمل نتيجة كويسة كان بيلعب مع المصنف الأول عالميا في التايكوندو بطل روسيا سيف عمل النهاردة مبراهيلة جدا 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 علشان يتواجد فيه المربع الزهبي بإذن الله يا رب يا رب يكون تفوق ويصل للمبرونة النهارية وحتى لو خسر فيبع عنده فرصة إن هو يلعب على برونزية فأعتقد إن إحنا ابتدين نتحسن بعض الشيء في لعبة سلاح الشيء أيضا عندنا أكتر من اللاعب وصل لدول ربع النهائي النتائج عموما بدأت النهاردة تاخد منحنة إيجابي وتروح في سكة إن إحنا إن شاء الله نحقق نتائج إيجابية يمكن هي دي بعض الأسماء اللي إحنا كنا راحين وبنعول عليها لكن باقي الأسماء أو النتائج السريبية اللي حصلت في البداية ما كانش منتظر منها إنها تكون متواجدة في منصات التتويق فأعتقد إن شاء الله إن الناس اللي خطت لها إنها تكون متواجدة بالنهاية على منصات التتويق وإنها تتزين إن شاء الله بإذن الله بلمداليات بإذن الله النهاردة أو بكرة نشوف ميداليا مصرية بإذن الله طيب لو أخيراً تكلمنا عن السباحة وفريدة عصمان يعني شايف إزاي اللي ممكن يحسن ويمكن فريدة اسم كبير جداً جداً في عالم السباحة وعشان اللي هي قدمت خلال الفترة اللي فاتت فدم خلينا طول الوقت مننتظر منها الكثير لكن فريدة السباحة اللي هي بتتميز به للأسف هو مش موجود في هذه البطولة لكن هي تدربت على سباقات تانية إن شاء الله نشوفها تقدر تقدم في حاجة لإننا دايماً زي ما قلت لحضرتك هي اسم كبير جداً وعودتنا دايماً على إنها تحقق نجاحات كبيرة فإن شاء الله نشوف منها أداء يليق باسمها ويليق باسم مصر إن شاء الله طبعاً الألعاب الفردية عاملها شغل كويس وده كان محمد حمزة في سلاح الشيش واللي تأهل لربع نهائي صحيح نتكلمنا شوي عنه بقى محمد حمزة عمل مباراة هيلة جداً جداً وأعتقد إن محمد حمزة ومحمد نهر حمزة يعني هو فيه سنائي صعد لدور ربع نهائي وإحنا على الهوى كان فيه مباراة مباراتهم بتتلعب بصراحة تفوق على بطل إيطاليا فيه مباراة قوية جداً 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 زي ما قلت حضراتك هو من الأسماء اللي الناس أو المسؤولين عن الرياضة المصرية انتظروا منهم إنهم يكونوا متواجدين في هذه المنطقة يمكن كان فيه مدعبة مع أحد الأصدقاء بيقول الناس بتتميز وإحنا نايمين بلعبوا مباراتهم مثلين الفجر البعض فجر فبيتفوقوا يكسبوا فإحنا نبعد عنهم نسيبهم يمكن ربنا يكرمهم إن شاء الله نشوفوا في الأبوار النهائية وبإذن الله يكون متواجد من ضمن المتواجدين بإذن الله ميدالين إن شاء الله وطبعاً كلنا بنأمل لكل المنتخباتنا بالفوز وبتحقيق ميداليات زهبية وبرونزية وفضية وكل حاجة شكراً جزيلاً لحضرتك الناقد الرياضي سعيد علي وشكراً على معلوماتك الكثير وشرفتنا النهاردة في ستوديو هذا الصباح شكراً لحضرتك شكراً لكم مشاهدينا ونذهب لفاصل قصير ونرجع تاني ونكمل برنامجنا شكراً لكم